ليه منتخب مصر او ليه كروش ممكن يكون فكر في ايمن اشرف اكتر ما يفكر مثلا في مهند لاشين او اكتر ما يفكر في عبدالله السعيد او زيدو ان منتخب المغرب بيلعب اربعة اربعة اتنين منتخب المغرب دايما عنده اتنين في خط الوسط وبيضموا للعمق علشان يعملوا الزيادة اللي اتنين دول بيسرقوا معاهم البكين بتوع الخصب علشان يفتح المساحة لاشرف حكيمي من اليمين وادم مسينة من الشمال ان هما يشكلوا خطورة على مرمى المنافس فدايما كان عمران لوزا هو اللي بيلعب ناحية اليمين النهاردة لعب البرقوقي وسوفيان بوفال اللي اتنين ما تقدرش تقول عليهم اجنحة خالص لان انت سوفيان بوفال مش بتشوفه تماما بيتحرك على الخط سوفيان بوفال دايما بتلاقيه جوه منطقة الجزاء فالاتنين كانوا بيضموا منطقة الجزاء يخطفوا معاهم البكين فيبقى في حرية للبكين بتوع المغرب اشرف حكيمي وادم مسينة ان هما ينطلقوا يشكلوا خطورة يلعبوا بقى عرضيات او يعملوا زيادة عددية لمنتخب المغرب كان تفكير كروش ان انا هنزل ايمن اشرف علشان يقفل الجابهة دي مع احمد فتوح احمد فتوح يركز هو مع اشرف حكيمي والراجل اللي حيلعب ناحية اليمين في منتخب المغرب يبقى دا مهمة ايمن اشرف وايمن اشرف في الاول وفي الاخر هو مدافع مش لعيب خط وسط والحاجة التانية ان كروش ما فكرش في الاستحواز يعني ما كانش عندنا لعيب في خط الوسط الحقيقة قادر انه يقف على الكرة يعني لعيبة خط الوسط كلها اللعيبة بتتخلص من الكرة سريعا سواء محمد النيني سواء عمر السلاية سواء ايمن اشرف ما فهمش لعيب يقف على الكرة فترة طويلة او يتحرك بالكرة ويجيد الاحتفاظ بيها فترة طويلة فالراجل كروش ما كانش بيفكر في الاستحواز كل دا طبعا انا بكلمكم ازاي هو بدأ لكن دا طبعا اختلف تماما لما خلاص اتأخرنا واحد سفر لان منتخب المغرب سبلنا للستحواز منتخب المغرب ما بقاش عايز الكرة خلاص هو كان عايز يقفل الماتش على الواحد سفر يعني منتخب المغرب سجل من ضربة الجزاء ورجع يدافع من بدر اوي